ثلاثة عوام والمنافي تضيق بهم يوما بعد آخر من دول الخليج وعلى رأسها السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى دول أوروبا والعديد من الدول في مختلف القارات لم يعد حال المغترب اليمني كالسابق فقد زادت غربته مرارة مع تدهور حكومته في ظل انقلاب الميليشيا على الدولة الأمر الذي أدى إلى غياب دور السفارات اليمنية في دول العالم بشكل كامل زادت التعقيدات والتشديدات على المغترب اليمني في دول المهجر وتوالت القرارات من كبل دول الاغتراب التي شددت الخناق عليهم خاصة السعودية التي تمثل الوجهة الأهم لأغلب المغتربين اليمنيين حيث أصبح البقاء فيها أكثر كلفة من بقية دول العالم ثلاثة أعوام والمغتربون يقفون في منافيهم في انتظار الحكومة علها تحرك ساكنا من أجل تصحيح أوضاعهم والعمل على تحسينها لكن اهتمام الحكومة أطال الغيابة كعدته أمر دفع بالجاليات اليمنية في دول العالم للتحرك من أجل الضغط عليها لمتابعة أوضاعهم وشؤونهم فقد أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجاليات اليمنية بيانا تطالب فيه الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه المغتربين البيان دعا لخروج مظاهرات واعتصامات للمطالبة بإيقالة المسؤولين المقصرين في ملف المغتربين كما طالب دول التحالف بفتح فرص العمل لليمنيين ومعاملتهم معاملة استثنائية لظروف الحرب الملايين من المغتربين اليمنيين الموزعين على جسد الخريطة من أقصاها إلى أقصاها كانوا الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني ومع تدهور أوضائهم وغياب اهتمام الحكومة بهم أصبح أهم مرافد للاقتصاد على حافة الانئياء